الفراخة انا جبتها غسلتها كويس جدا وبعدين نقعتها في ميا وملح ودقيق وخلي ابيض خلاص نقعتها لمدة ساعة بعدين بصفيها من ميتها وانشفها وابتدي استخدمها عندي بطاطس متقطع حلقات وعندي توم مفروم عندي مستيكا حبهان ولورة جزر وبصل متقطعين شرايح عندي ملقة فراخ او ميا سخنة زبدة وعندي بهارات فراخ وكمون طيب ما عنديش بهارات فراخ ممكن احط ارفق وجست التيب ما عنديش ممكن احط زعتر ما عنديش ما بحبش الكمون ومش عايز احطه ممكن احط كركم ممكن احط كاري يعني انا قصدي اقول ان دي وصفة كل واحد بيحط فيها الحاجة اللي هو حبيبها معلش انا بطمئن بس ان فيه ميا في الصينية الميا دي لو نشفت لازم اروح فين مش طيب يلا نبدأ انا هنا سخنت الواق اللي هشتغل فيها وحطلع بولا هحط فيها بهارات الفراخ الكمون اللورة المستيكا والحبهان وهحط عليهم الملح والفلفل ونقطة زيت وهنزل فيهم الفراخ يا جوائرية جوائرية ازايك يا شيشا اميلا عامل ايه انتي عامل ايه حبيبتي خيص الحمد لله بحبك خالص يا شيشا اميلا اسلميلي ربنا يخليك ده من زوءك كنت عزت لهم منك طريقة السابلي السابلي حاضر عناية عايزين ننزل السينابون والسابلي لو سمحتو طيب دول هجيبهم على جنب دلوقتي عايزة بس اتبل الاول الفراخ يبقى نراجع بهارات فراخ كمون ملح وفلفل ارف لا ما فيش ارف حبهان ومستيكا ولورا اوكي وابتدي اخد الفراخ اللي احنا غسلناها كويس جدا والفراخ ما تتشالش ابدا هتتشال مش متبلة اوكي لكن هتتشال مش مخصولة منصحش الفراخ تتغسل قبل ما تتشال عشان لما بتتفرز لو هي فيها اي زفارة الزفارة بتلزق فيها يا شهد يا شهد 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 لسه معي شهد شهد ممكن تواتي التلفزيون وتسمعيني من التلفون انتي معي على الهوة تفضلي شكرا يا شهد كلميني تاني بصوا بقى ممكن التدبيلة دي من غير البطاطس والجزر والتوم واشيلها في الفريزر وبعدين لما طلعها هحط عليها اللي انا عايزاة يعني انا مش متأيدة بالخضار لان ممكن ما عنديش مش عايزة ما بحبوش هحط الخضار اللي انا عايزاة فممكن اتبل كده واشيل في الفريزر ولما طلع ابقى ديه في الخضار انا حروح عند التصع عشان عايزاة شوح دي الاول يالا بسم الله الرحمن الرحيم فلو حتشيلوا شيلوا متبلة وممكن تحطوا الخضار وممكن لا بقيت التدبيلة اللي في البولة هحط فيه الخضار بصل جزر طوم وقلب في التدبيلة عشان ياخد من كل التدبيلة اللي في البولة دي يسحبها الخضار عايزة حط كوسة عايزة حط بتنجان عايزة حط بسلة جزر مع البسلة فاصولية خضرة اللي انتو عايزين تحطوه شطوه واحنا يعني عملنا بالحاجات اللي هي لازم هتبقى متوفرة في البيت عند اي حط اوكي وبعدين حقلب وهنا انا مش بسوي انا هنا باخد لون وباخد طعم حلو وبقل المدة السوى لكن مش بسوي بطاطس هنا مع الجزر والبصل والتدبيلة طيب البطاطس دي انا سلقاها نص سلقا علشان مدة الهوى لكن احنا طبعا في البيت هنستخدمها عادي مش مسلوقة بس انا عشان مدة الهوى يعني اسع في الوقت شوية فسلقتها لكن انتو استخدموها نية ولو حتشلوها في الفريزر شلوها نية برضو مفيش مشكلة خالص حقلب بس كده تاخد التدبيلة كويس وبعدين ابتدي يا شهد احط كل الخضار في الكيس يا شهد شهد وطي التلفزيون واسمعيني من التليفون اتفضلي انا سمعاك يقولي ازايك يا شهد انا بحبك اول انا كمان بحبك قوي يا حبابتي بحبك قوي بسلميلي يا قلبي امور يا شهد عايز تقري على ايه؟ انا كنت رضي الله طريقة الايس كريم الايه؟ الايس كريم احنا لسه قيلينه حالا يا شهد شوفينا في الاعادة هتلاقي الطريقة شكرا يا شهد مش هتقول لقا ابدا يعني حلو جدا وحيديها طعم حلو جدا هيساعد على الطعم الطريقة كبيرة يعني يا نور امور ازايك يا نور عاملة ايه؟ عاملة ايه؟ امور يا نور انا عايزة اعرف طريقة الزلابية حاضر هجيب السكينة وهدي تخرمتين للكيس بعد ما قفلته لازم 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 ضروري جدا وبعدين هجيب المياه السخنة واحطها في الطبق من تحت وبعدين هدخل الفورن كالعادة واسيبها لحد ما تستوي او هدخل الفريزر متابلة وبعدين لما هطلعها هدخلها الفورن في الصنية اللي فيها مياه سخنة اوكي؟